المصدرات الى 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 المصدرات ال نتعرف عليها إذن الحالي الثانية من مساحة السطح طلاب الحالي الثاني رح تكون لما يكون السطح واقع تحت محور الأو إكس شفنا الحالي الأولى لما يكون السطح فوق محور فواصل هلق الحالي الثاني السطح يقع تحت محور الأو إكس ومحصور بخط الدالي ومحور الأو إكس والمستقيمين الشاقوليين إكس يساوي الأي وإكس يساوي البي لاحظوا السطح رح يكون تحت محور الفواصل هون مثلا الدالي المستكملي على المجال من أ إلى ب رح تكون سالبي وأنا إذا بدي كامل مقدار سالب النتيجة رح تكون معي سالبي لذلك شو بعمل أقول عندئذين س تساوي التكامل من أ إلى ب لناقص أف إكس بدي إكس أما يكون السطح واقع تحت محور الفواصل أو تحت محور الأو إكس ومحصور بخط الدالي ومحور الأو إكس ومستقيمين شاقوليين عندئذ المساحة هي التكامل من أ إلى ب لناقص أف إكس بدي إكس كامل الدالي من أ إلى ب بس شو بضرب الدالي بسالب شو هو السبب هون الدالي سالبي وجود السطح تحت محور فواصل بيخليني يقول إنه الدالي سالبي وعند بدي كاملها بضربها بسالب مشان أحصل على قيم موجبي المساحة تعبر عن قيم موجبي إذا نلاحظ هنا تكون الدالي سالبي ما يكون السطح تحت المحور ولحساب المساحة من كامل ناقص أف إكس على سبيل المثال طلاب انظر ليكون لدي سي الخط البيان للدالي أف إكس التي تساوي للدالي أف المعرف بقاعدة الربط أف إكس يساوي أكس بربع ناقص 2 أكس ناقص 3 الموضح جانبا احسب مساحة السطح المحصور بالخط سي للدالي أف ومحور الأو إكس انظروا طلابنا هذا هو سي الخط البياني للدالي أف أريد مساحة السطح المحصور بخط الدالي أف ومحور الأو إكس السطح المحصور بالخط للدالي أف ومحور الأو إكس وهذه المنطقة اللي أنا بدي أحسب مساحتها من الواضح أن السطح يقع تحت محور الفواصل من الواضح أن السطح يقع تحت محور الفواصل معناة S هي التكامل من A إلى B لناقص Fx BDX معناة المساحة هي مين؟ التكامل من A إلى B لناقص Fx BDX الدالي المستكملي موجودي ولكن حدود التكامل طلابنا مو موجودات المستقيمين الشاقوليين من وين بدي أحصل على المستقيمين الشاقوليين X يساول A وX يساول B يعني حدود التكامل من وين بدي أحصل عليه هون؟ بحصل عليه هون من تقاطع خط الدالي مع محور الفواصل شو يعني هالكلام؟ شو المعنى التحليلي للعبارة؟ تقاطع خط الدالي مع محور الفواصل يعني بعدهم Y يعني أحل المعادلة Fx يساوي 0 بحل المعادلة Fx يساوي 0 حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع الخط البياني بهذه الدالي مع محور الفواصل رح يكونوا مجال التكامل لذلك أنا بحل المعادلة X مربع ناقص 2X ناقص 3 بكون حصلت على حدود التكامل إذن لإيجاد حدود التكامل نحل المعادلة Fx يساوي 0 X مربع ناقص 2X ناقص 3 يساوي 0 طلابنا هذه معادلة من الدرجة الثانية بحلها بالتحليل مباشر أريد عدد مجموعة ناقص 2 وجداه ناقص 3 سيكون الآن ناقص 3 والزائد 1 X ناقص 3 بX زاد 1 يساوي 0 طبق الجداء الصفري إما X ناقص 3 يساوي 0 ومنه X يساوي 3 أو X ناقص 1 X زاد 1 يساوي 0 ومنه X يساوي ناقص 1 بصفة مع مجال التكامل نعم طبعا القيمة الصغيرة راح تكون A والقيمة الكبيرة راح تكون B مجال التكامل A B هو من الناقص 1 حتى الثلاثة صار هلأ معي مجال التكامل فقط بعوض في القانون صفة معي S هي التكامل من ناقص 1 إلى الثلاثة لناقص وبعوض الدالي ناقص X مربع ناقص 2X ناقص 3 BDX بدخل الناقص على القوس نعم أو يبدو أنه بدي خليها بره القوس وكامل كيف من اشتغلت بصير يبدو أنه أنا طلعتها لبره وبدي كامل بدي دخل التكامل على الحدود الثلاثة تكامل X مربع 3X مقعد تكامل ناقص 2X ناقص 2 ما هالعلاقة بالتكامل تكامل X نصف X مربع معناته بيكون الجواب ناقص X مربع تكامل الناقص 3 هو ناقص 3X الدالي الأصلية 3X مقعد ناقص X مربع ناقص 3X بين الناقص 1 وال3 بحسب صورة 3 ناقص صورة الناقص 1 وما بنساه كله مضروب بسالب شوفوا الناقص بره فتحت قوس مشان احسب صورة 3 3 للتكعيب 27 على 3 9 ناقص 3 للتربيع 9 ناقص 3 بتلاتي 9 ناقص بحسب صورة الناقص 1 صورة الناقص 1 لاحظ ثلت بناقص 1 للتكعيب ثلت بناقص 1 ناقص 3 ناقص ناقص 1 للتربيع 1 بناقص ناقص 1 ناقص 3 بناقص 1 زائد 3 بيبقى عليها فقط عمليات حسابية 9 ناقص 9 صفر ناقص الناقص 9 يعني 9 ناقص ناقص 3 ناقص 1 زائد 3 بوحد المقامات بضرب ب3 بضرب ب3 معناته ناقص 1 ناقص 3 زائد 9 ناقص 1 ناقص 3 زائد 9 على 3 ناقص 1 ناقص 3 ناقص 4 زائد 9 5 على 3 معناته 9 ناقص 5 على 3 انظر إذن وما بنسى انه هذا كل ياته مضروب بناقص طبعا في ناقص برا معته هون صفت عندي ناقص 9 في ناقص برانية وهون عندي ناقص 9 نعم ناقص 9 ناقص 5 على 3 هاي الناقص البر ما منهملها نعم واحد المقامات ناقص 27 على 3 ناقص 5 على 3 واحد المقامات ناقص 27 ناقص 5 ناقص 32 على 3 ناقص 32 على 3 هذا المقدار الموجود جوات القوس بالناقص البرانية يكون الجواب 32 على 3 إذن لحساب مساحة السطح المحصور بالخط الدالي ومحور الو اكس والمستقيم من الشاقوليين والسطح تحت المحور أقول س تساوي التكامل من اي إلى بي لناقص fx bdx إذا طلب مننا المساحة ومعطانا حدود التكامل شون بنحسب حدود التكامل بأن نحل المعادلة fx يساوي الصفر لأن حدود التكامل هي فواصل نقاط قاطع الخط مع محور الفواصل بهذا طلابنا أصل إلى نهاية الدرس لهذا اليوم في الختام أقول بهذا نكون قد تعلمنا كيف نحسب مساحة سطح مستوى محدود لما يكون السطح فوق محور الفواصل نعم كانت هذه الحالي الأولى ولما يكون السطح تحت محور الفواصل كانت تلك الحالي الثانية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سوف نتعلم حساب مساحة السطح المحدود في الحالي الثالث والحالي الرابعة اللي لحنا رح نتعرف عليه هون إن شاء الله تعالى بعد ما ننهيهون ضمن نفس الدرس رح نبحث في الحالي الأولى من حساب حجم مجسام دوراني شكرا لكم جميعا وألقاكم بخير إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر